السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعي قناة التعليمية في هذا الفيديو سنتعرفوا على جدولة الامتحان الموحد المحلي الأسدوس الأول يعني المواد اللي سيكون في الامتحان والتوقيت الزمني ديال كل المادة إن شاء الله إذن الامتحان كما قد تعرفوه فيه يومين يومين يوم 1 فبراير ويوم 2 فبراير يعني الثلاثة والأربعة بنسبة المواد اللي كيييين في الامتحان لجهة بن ملال خنفره كتشوفوا المواد كان اللغة العربية الإجتماعية وتربية إسلامية يعني غير ديفوزوغين نهارت 3 في الصباح اللغة العربية هي اللولة من بعدها الإجتماعيات من بعدها التربية الإسلامية بنسبة لأول لغة العربية فيها ساعة ونصف يعني من التمية ونصف إلى عشرة الاجتماعيات فيها من 10-4 إلى 11-45 دقيقة والتربية الإسلامية أيضا فيها 45 دقيقة من 11-4 إلى 12 هداف في يوم الأول كما قلناه يوم الثلاثة صباحا ويوم الأربعاء صباحا كانت أربعة المواد هذا بالنسبة لكي قرأوا الأمازيغية أما اللي ما كيقرأوا الأمازيغية ما غير تمتحنوش فيها كان الرياضيات اللغة الفرنسية النشاط العلمي الرياضيات فيه ساعة ونصف من تميونس العشرة اللغة الفرنسية أيضا ساعة ونصف من العشرة أربع إلى 11-45 والنشاط العلمي فيه 45 دقيقة من 12-12-45 واللغة الأمازيغية بالنسبة لكي قرأوا الأمازيغية أيضا فيها 45 دقيقة من 3-45 إذن هدو هما المواد والمدة الزمنية لكل مادة بالنسبة للمستوى الإشهادي مستوى السادس ابتدائي التعليم العام أما بالنسبة للتعليم الأصيل التعليم الأصيل تقريبا تومى عندهم نفس المواد إضافة إلى القرآن الكريم والفقه كان اللغة العربية كان الاجتماعيات كان القرآن الكريم وكان الفقه في اليوم الأول وفي اليوم الثاني كان الرياديّات فيها ساعة ونسف وفي اللغة الفرنسية ساعة ونسف النشاط العلمي 45 دقيقة والأمازيغية اللي قال الأمازيغية 45 دقيقة إذن هدو هما المواد اللي كانون في التعليم الإبتدائي والتعليم الأصيل كما قد شوفوا اللغة العربية والريادية والفرنسية فيهم ساعة ونصف ساعة ونصف ساعة ونصف وبالتوفيق للجميع إن شاء الله